مش عارفة اقول لي فرح ازاي وابتدي منين ما هي اكيد لازم هتعرق ان في حد متقدم لي وعايز يتجوزني وانا يعني هخبي عليها ازاي انا لازم اتكلم معها دلوقتي واقول لها كل حاجة البرنامج اللي بتتفرج عليه ده زريف قوي ايوة يا ماما بيدحكني اتفرجي معايا عايز اكلمك في موضوع يا فرح موضوع ايه يا ماما انت عارفة يا حبيبتي انا بحبك قد ايه طبعا يا ماما من بعد موت بابا منشغل بعد انا وانتي ما هو دل انا عايز اقولهولك ان رفضت الجواز وقلت ربيك واعلمك وكبرك بس انت شايفة الظروف يعني ايه يا ماما مش فهمة يعني ظروفنا بقت صعبة ومحتاجين مصاريف وشغلي مش جايب همه وايه يا ماما كملي بصراحة يا فرح انا جاي لعريس ايه يا ماما عريس ايوة عريس يا فرح وانتي قلت له ايه انا لسه ما قلتش انا مستنية اشوف ردك يا حبيبتي ردي انتي عايز اردي يا ماما معقول زهلت معقول يا ماما عايز اتجوزي واحد تاني غير بابا ويا تارى اللي هتتجوزي ده هيطلع طيب ولا شرير ويعملني وحش واتبهدل معاكم فرح يا حبيبتي انا على العموم لسه بفكر لو سمحت يا ماما سيميني الواحدي انا مش هيتتكلم دلوقتي ليه بس كده يا فرح ارجوك يا ماما فرح انتي لسه نايمة طيب انا نازلة رايحة الشغل ازاي يا ماما تفكرت فكرة الجواز دي سلام عليكم ازايك يا فرح ماما فين ماما في الشغل يا عمو في حاجة عايزك بقى تبلغيها واقول لها ان ده اخر شهر لها في البيت يا اما تدفع الاجار القديم كله وإلا هسلم بقى الوصولات للشرطة طيب ممكن يا عمو تصبر علينا شوية حضرتك عارف الظروف انا صبرت عليكم كتير وكده كفاية يا تدفعوا الاجار كله يا هأجر البيت لناس تانيين سلام عليكم يا ترى مين اللي بيريني تاني ازايك يا شاطرة اهلا حضرتك مين انا محصل الكهرباء ممكن تناديلي ماما ماما مش موجودة دلوقتي طيب اما ترجع اديها الواصل ده وقول لها تروح شركة الكهرباء تدفع الفواتير اللي عليها وإلا الكهرباء هتفصل عنكم انتم متأخرين بقى لكم كتير كمان فواتير كهرباء هي كانت نقصة واحد يتردنا من البيت والتاني يفصل الكهرباء فعلا الظروف اللي احنا فيها حتى شغل ماما يا تب يكافل مصاريف الاساسية الظاهر كده ان ماما فعلا لازم تتجوز عشان نلاقي حد يصرف علينا او على الاقل هنعيش معاه في البيت من غير ما حد ييجي قولنا هتردكم ولا محصل الكهرباء يطلب فلوسه ازايك يا فرح يا حبيبتي الحمد لله يا ماما انا جايبة معايا كوشة لسخط يلا عشان ناكل لا انا مش عايز اكل مش جعينا انا عايز اقولك حاجة طب استني بقى احط الاكل ده في المد عايزة تقولي ايه يا فرح انا موافقة ان انت تتجوز يا ماما وايه اللي غير رأيك في الموضوع كده ابدا انت فعلا محتاجة ترتاحي من الشغل اللي انت بتشتغليه ويكون في حد بيصرف علينا ومش كل شوية بقى عام المختار يجي يطلب الايجار هو الاستاذ مختار جاه وانا مش هنا ايوه وقال ان دي اخر فرصة لدفع الايجار ومش هو بس تمحصل الكهرباء كمان جاه ساب الوصل وقال لازم تتفعل فلوس عشان هيفصل الكهرباء دول عايزين مبلغ كبير اعمل ايه معا عشان كده يا ماما انا موافقة ان انت تتجوزي بس بشرط اللي تتجوزي ده يكون راجل كويس ويحبني ويعملني زي بنته هو للأسف يا فرح ما يعرفش ان انا عندي بنت وليه ما قلتلوش يا ماما ان عندك بنت لانه كان بيدور على وحدة ما يكونش معها اولاد وتربي بنته وانا بصراحة لقيته راجل غني جدا وما ينفعش افرط فيه واسيبه الوحدة تانية تعيش في الفلوس والغنى ده كله طب ايوه يعني يا ماما انا مش فهمة يعني المفروض حضرتك هتقوليله ولا مش هتقوليله ولا هتعملي ايه بص يا فرح انا عندي فكرة مؤقتة انا هوديكي ملجأ ايتامي حبيبتي شوي لحد ام معرف اخد مبلغ واشتير شقة وتبقى بتاعتنا وامن مستقبلي انا وانتي وبعد كده اسيبه ياه للدرجات يا ماما ايه اللي بتوليه ده اصل انتي مش عارفة هو غني قد ايه يا فرح ده مليونير يعني هعيش في المستوى اللي طول عمري بأحلم به ويبقى عندي عربية بالسواء وعندي فل واجيب احلى لبس واغلى المركات ويقولوا عابير هانم راحت وعابير هانم جد عندك حق فعلا يا عابير هانم ده فعلا المستوى اللي تستحق تعيش فيه مش تعيش معايا وبالعافية لما نلاقي مصاريف يومنا الحمد لله ان فرح وافت اما اطلع بقى اغير لبسي وانزل اكل الكشري قبل ما يبرد اللي استمحك يا ماما ما كنتش اتوقع منك كده ابدا فرح ايه الشنطة اللي معاك دي يلا يا عابير هانم عشان توصليني الملجأ ولا روح لوحدي انا ممكن اسأل على فكرة واي حد هيوصلني صدقيني يا فرح الوضع ده هيكون مؤكد مش هيستمر كتير انتي عارفة ان ما قدرش استغنى عنك انا بعمل كل ده عشانك عارفة يا ماما وعارفة انك هتقولي ضخيت بساعدتك عشاني يلا يا ماما وصليني الملجأ قبل الكهرباء ما تقطع على البيت ولا صاحب البيت يتردنا ومبروك عليجي يا عروضة استني يا فرح اهلا وسهلا يا فندم انا كنت جاي اقسمي البنت دي هنا هي مسكينة ويتيمة اتفضل الورقة دي يا خسار انا كنت يتيمة اب بس بس دلوقتي للأسر حبقى يتيمة اب وام ما تقليش عليها خالق ان شاء الله مش هتحس بعدم موجود بابا ومامتها ومش هتحس ابدا ان هي يا يتيمة انا كل شهر ان شاء الله بقابعط لكم مبلغ تبرعات سلام عليكم مشيتي من غمة تودعيني ولا تسلمي علي تعالي بقى مطلعي كوريكي قطك وان شاء الله معنا هتكوني مبسوطة ومش هتحس بأي حاجة خالص يا ريت ما حسش بأي حاجة خالص انا عايز انسى كل اللي حصل معينا يلا دخلي يا عبير ما تكسفيش انت بقيت صاحبة البيت يا الفيلا جميلة قبل الفيلا كلها من دلوقتي بتاعتك نادين يا نادين تلمي على طانت عبير يا حبيبتي اهلا يا طانت عايزك بقى يا نادين تعتبر طانت عبير زي ممتك بالزبط ايوة يا حبيبتي من دلوقتي تعتبريني زي ممتك ولو احتاجت اي حاجة تعالي طلبيها مني فورا مبروك يا طانت لا يا نادين ما تقول لهاش بقى يا طانت هي دلوقتي زي ممتك يعني قول لها يا ماما بس انا مش عايزة اقول لحد يا ماما للمامتي الحقيقية اللي توفت براحتك يا حبيبتي قول اللي انت عايزاه برضه هتفضلي زي بنتي وهحبك جدا انا هفرج طانت عبير بقى على الفيلا بعد اذنكم انا هطلع قطي تعالي بقى يا عبير يا مفرجك على الفيلا ولو مش عجبك اي حاجة فيها ممكن نغير لا مش عجبني ازاي ده الفيلا كل حاجة فيها حلوة تعالي بقى يلا مفرجك عليها ايه رأيك بقى دي القوضة بتاعتنا دي رائعة جدا وحلوة قوي وكبيرة ياه بقى معقول هعيش في كل العز والفلوس دي انا لازم مكشفش سري مش لازم يعرف ان انا عندي بنت لو عارف هيطلقني ايه رأيك بقى في الفيلا كل حاجة في الفيلا حلوة قوي انا ما كنتش متخيلة ان هي بالجمال ده بكرا با يا عبير هتديك الفلوس اللي انت عايزاها عشان تنزل تشتري كل اللبس والحاجات اللي كانت مقصاكي عايزك تبقى اشك واحدة في الدنيا انت دلوقتي مرات راجل الاعمال اشرف بلعيد متشكرة متشكرة قوي يا اشرف المحل كله تحت امرك يا فندق نا عندنا اغلى المركات ايوة ايوة انا شايفة اللبس فعلا شيكي قوي انا هاخد ده وده وده ايه ده عبير هانم جيت بنفسك عشان تزوريني جدا يا فرح هتزعليني منك انا حتى جايبالك لبس وحاجات كتير قوي هتعجبك شكرا يا مام انا عندي لبس كتير ومش محتاجة حاج رجعي تاني ولا ديلي بنت جوزك جايز تفرح وتبسط بيه ما هي دلوقتي بقى عندها ام جديدة بتاخد بالها منها انا عارفة يا فرح ان انت زعلانة بس يا حبيبتي انا قلتلك ده وضع مؤقت مش كل شوية تحسسيني بتقنيب الضمير لا يا مام مش هحسسك بتقنيب الضمير ولا حاجة روحي تبسلي واستمتعي بحياتك واعوضي نفسك عن كل الايام الوحشة اللي شفتيها فرح انا عايزكي تعرف ان انت اهم حد عندي في الدنيا دي وان بعمل كل ده عشانك انت يا حبيبتي فعلا عشان عشان كده انا موجودة في الملجأ دلوقتي انا هامشي بقى يا فرح عشان ما اتأخرش على البيت بس هجيلك تاني وخليكي فاكرة وعارفة كويس جدا ان انا بحبك اما روح بقى الكوافير واشتري المجوهرات اللي كنت عايز اشتريها هاطلع على الكوافير يا قصة حسن قاضر يا هاني ايه يا حبيبتي اتأخرت كل ده ليه انت قلتلي مش هتأخر اشتريت حاجات كتير قوي يا أشرا اشتريت مجوهرات ولبس وكمان عملت شعري ايه رأيك ما اخدتش بالك ولا ايه حلوة قوي لون الشعر ده عليك جميل شكرا يا أشرا اوريك بقى اللبس والحاجات اللي اشتريتها نادين تعالي انا اشتريتلك حاجات كتير حلوة خد يا حبيبتي شوف اللبس ده انا اشتريتهولك شكرا يا طاند بس اللبس ده مش ذوقي خالص ممكن تبديه لحد تاني اتفضلي بقى كده بتحرجيني ماشي اسبوري علي بقى معقول نادين حبيبتي معجبهاش ذوقي كان نفسي ذوقي يعجبها معلش يا حبيبتي اصلها متعودة تختار لبسها بنفسها اه ماشي عايزك بقى تحضري نفسك عشان هنسافر نقضي يومين في المالديف ايه المفاجئة دي المالديف اللي بنشوفها على النت وفي التلفزيون ده حلوة قوي ايوه احنا هنسافر كمان يومين احسن انها ارتاح منها شوية يا نت روح وما ترجعش تاني وتغرق في البحر بقى كده يا ماما بقالك كم يوم ما سألتش عني ولا جيت عشان تشوفيني معقول تكوني نستيني بسرعة كده اكيد كان هيجي يوم وتنسيني تنسى بنتها هي دلوقتي عايش حياة الاغنية اللي كان نفسها فيها وكمان بنت جزها اكيد عوضتها عني ما انا لو ظهرت في حياتها كل ده هيروح منها الله يسمحك يا ماما احنا عايزين ناكفل طفلة من المالجأ ياريت تكون بنت كويسة وهدي احنا ما عندناش اطفال انتو عايزينها طفلة بيبي ولا كبيرة شوية انت مبسوطة معنا طبعا مبسوطة معاكم حضرتك طيبة قوي طيب يا فرح اتنين جايين يتكلموا معاك ويعودوا معاك شوية يتكلموا معايا انا ايوة يا حبيبتي ماشي اسمك ايه يا حبيبتي اسمي فرح اسمي جميل قوي يا فرح وامر زيك شكرا يا تنت انا بقى اسمي سحر اهلا بحضرتك يا تنت ايه رأيك يا فرح تجي تعيش معنا في البيت انا وعمو عزمي مش عارفة ممكن تسألي المديرة هنا لو انت وفقتي انا هسألها لو ما وفقتيش خلاص مش هكلمها وهو يعني رأيي هيفرق مع حضرتك حاجة سواء رفضت او وفقت طبعا يا حبيبتي هيفرق معايا اكيد مش هاخدك غصبة عنك لو انت مش حابة تيجي معايا خلاص يا تنت انا موافقة بجد وفقتي عزمي يا عزمي فيه بنوتة جميلة قوي وفقت ان هي تيجي معنا تعالى ما ورهيلك اعرفك دي فرح طفلتنا الجديدة اهلا يا فرح اسمك حلو زيك انا اول ما شفتك حسيت ان انا فرحان شكرا يا عمو موافقة تيجي تعيشي معنا يا فرح احنا هنعملك كل اللي نفسك فيه وهنحبك زي بنتنا بالزبط ايوة انا موافقة طيب انا هنزل اخلص الورق بقى عشان ناخدك ونمشي اهلا بك في بيتك يا فرح نورت البيت شكرا تعالي بقى معايا اوريك قدك واو معقول القده دي بتاعتي دي حلوة قوي ولسه كمان فيه قده تانية فيها الكمبيوتر والالعاب عشان تلعب برحتك وتبستي انا فرحانة قوي دي قده جميلة انتي مبسوطة يا فرح مبسوطة جدا يا طنت طيب ممكن يا فرح اطلب منك طلب طبعا يا طنت اتفضلي انا عايزك تقولي لي ماما وتقولي العزم يا بابا احنا تحرمنا من نعمة الاطفال وكان نفسينا في طفلة جميلة زي تقولينا بابا وماما وتحبنا ونخاف عليها وتخاف علينا ولما نكبر في السن نلاقيها جنبنا وتملع علينا البيت بأولادها ياه حاضر يا ماما يا حبيبتي يا فرح عزمي انا خرجة انا وفرح هرجين رايحين فين اشتري لها لبس جديد طيب خلاص انا هاجي معكم اوسطلكم نشتري اللبس اللي انتو عايزينه ونتغدى برا يه يلا ركبه المحل ده تختاري وتلبسي كل اللي انت عايزينه اللبسة ده كتير قوي يا ماما حضرتك دفعت فلوس كتير قوي ولا يهمك يا حبيبتي انا عايز اشوفك فرحانة ومبسوطة احنا فرحانين ومبسوطين بك قوي يا فرح يا يا اشرف دي كانت رحلة تجنن انا ببسطت قوي انا ماكنتش اتخيل في يوم من الايام اني هروحي المالديف واعد فيها الفترة دي كلها انا عايز بقى انا وانت ناخد ندين ونخرجها النهاردة يا حبيبتي ايه رأيك نخرج النهاردة يا نادين يا اخيرا يا بابا هتخرجني انا مخرجتش معاك من زمان معلش يا حبيبتي انت عارفة ظروف شغلي انه غصب عني دايما مشغول مشغول ولا روحت تتفسح مع طنت هاوعدك انها خرجت خروجك وقيسة النهاردة ماشي يا بابا وانا هبقى جاهزة فرح انا عايز اخرج اغير جو ايه رأيك لو نروحي النادي النادي انا اول مرة في حياتي اروح نادي احنا مشتركين في نادي حلوة قوي وهيعجبك جدا بابا انا هقوم علعب شوية هاخد الليسكوتر من العربية والعب ماشي يا حبيبتي قومي لعبي ايه يا فرح هتعودي كده قومي يا حبيبتي لعبي باللسكوتر الجديد ماشي يا مام الليسكوتر بتاعك شبه الليسكوتر بتاعي بالضبط ايوة شبهه اكيد احنا شريينه من نفس المحل تلعبي معايا ونعمل سباق ماشي موافقة يلا نلعب انتي اسمك ايه انا اسمي فرح وانتي اسمي نادين يلا بقى نلعب احنا لعبنا كتير قوي كفاية كده احنا يا فرح من دلوقتي نبقى اصحاب ودايما بقى نتقابل في النادي ونلعب مع بعض خلاص كل ما نيجي النادي هتكلمك وقل تم ايه رايك بقى تجي تسلمي على بابا وعرفك عليه ماشي وانا كمان هعرفك على ماما انتي جاي مع باباكي ايوة انا جاي مع بابا وامراد بابا عشان ماما ماتت وبابا اتجاوز واحدة تانية انا كمان بابايا مات وماما اتجاوزت واحد تاني بس انا مش عايشة معاهم طب مش انتي دلوقتي قلتلي انك هتعرفيني على مامتك لا دي حكاية طويلة هبقى احكيلك عليها بعدين طيب تعالي بقى سلمي على بابا بابا عايز اعرفك على فرح صاحبينتي تعالي يا فرح ازيك يا عمو اهلا يا فرح يا بنتي ايه فرح فرح يا فرح ماما ماما ممكن نمشي دلوقتي ارجوكي عايز امشي ايه اللي حصل يا فرح هو المكان مش عاجبك لا يا ماما عايز امشي ارجوكي ياه يا ماما نستيني نستيني خالص من يوم ما تجوزني وانتي ما سألتش علي غير مرتين انا كنت عارفة ان الفلوس هتغيرك يا خسارة يا ماما الندين هي مين البنت اللي كانت معاك دي دي اسمها فرح اتعرفت عليها وانا بلعب بالسكوتر كانت جاية مع مامتها طيب يلا عايزين نمشي بقى لو سمحتي انا كنت جاية اسأل على بنت عندكم هنا في الملجأ اسمها فرح هي موجودة ولا راحت فين فيه اسرة جاء طلبة ان هي تاخدها وفرح وافقت الاسرة بتقدم لها كل الرعاية واحنا تأكدنا من كده طيب ممكن اخد عنوانهم لو سمحتي حاضر هديكي العنوان متشكري قبل ايوة مين حضرتك ممكن اشوف فرح وانتي عايزة تشوفي فرح ليه هاصل كنت عرفها وسألت عليها في الملجأ وما لقتهاش وكانت وحشاني قوي وادوني العنوان ده وجيت اتطمن عليها طيب اتفضلي فرح يا فرح فرح نعم يا ماما وكمان يا فرح بتقول لها يا ماما فيه واحدة جاية بتسأل عليك بتقول ان هي تعرفك من الملجأ عايزة تشوفك مين اللي جاية تسأل علي من الملجأ ممكن تكوني المشرفة اما راح اشوفها فرح حبيبتي وحشتيني انتي جاية هنا ليه جيت عشان اسأل عليك يا فرح المعقول تسيب الملجأ وتيجي تعيش هنا مع ناس ما تعرفيهاش مانتي كنت سايباني في ملجأ يا ماما كنت عارف انا بنام ازاي كل يوم كنت بنام وانا بعيد بعد ما تخلتي عني بس الحمد لله الناس الطيبين دول بيعملوني احسن معاملة مش المهم انتي تكوني مبسوطة مع جوزك وبيتك الكبير وبنتك الجديدة انا كمان هنا مبسوطة مع بابا عزني وماما صحر يا بنتي يا حبيبتي ده كان وضع مؤقت زي ما قلتلك يا ماما انتي تخليتي عني عشان تتجوز الراجل الغني وما سألتش علي من فترة طويلة وجاية دلوقتي تقولي لي بنتي انا انسيديك اصلا ويريد بقى يا ماما تسيبيني انساكي وانت كل حاجة ويلا تفضلي بقى عشان مش عايزهم يعرفوا انك مامتي